القراءة مثل دائماً بتقبل البرج الشمسي والقمري والطالع وأيضاً بتقبل العكس يعني إذا أنت عم تتابع لبرج العذراء ممكن تحس أنه بعض الأشياء اللي بتحكي فيها طاقتها تكون مشابهة لطاقتك بدنا نسحب كروت توضيحية وبعدين نبلش نشوف شو طاقتك أنت يا برج العذراء وبعدين طاقت الحبيب خطوتكم في المستقبل وطاقتكم المشتركة في المستقبل أو شو ممكن يكون مصير العلاقة بينكم في المستقبل طيب نبلش بطاقتك يا برج العذراء خلينا نشوف شو هي طاقتك الحالية أو شو بتحس فيه حالياً في شخص بحياتك عم تفكر فيه كتير أو عم تحلم حتى بها الشخص أو عم تتخيل هالشخص عم تحلم بوضعكم مع بعض ممكن تكون أيضاً أحلام فعلية يعني أحلام حقيقية مش فقط أحلام اليقظة يعني ممكن فيه شخص بالفعل عم يزورك في أحلامك أيضاً الكروت اللي اطلعت عندي هون الفارس والبيد والكينج أيضاً بطاقتك عم شوف ترابية كتير أغلب الطاقة اللي عندك يعني أنت بطاقتك أنت حالياً حركتك شوي بطيئة عم تفكر تستثمر وضعك مع شخص أو تستثمر فرصة مع شخص عم شوفك من الناحية المادية أيضاً وضعك تحسن أو وضعك متحسن من الناحية المادية لأنه عندك كينجو نايت أوفينتقلز يعني من الناحية المادية وضعك منيح للبعض منكم أو وضعك يعني فيه تحسن أيضاً مع الشخص اللي عم تتعامل معه عم شوف أنه الوضع بينكم أيضاً فيه تحسن ممكن فيه اختيار معين بدك تختاره أو أنت واقف بالتاريق بدك تختار بين شيئين أو بين شخصين أو توفق بين الشغل وبين طبيعة العلاقة اللي بينك وبين هالشخص مع الشخص اللي عم تتعامل معه أنت بتحس أنت بتحب الشخص بمعنى أنه بتحس أنه مكتفي منه من الناحية العاطفية الشخص اللي عم تتعامل معه ولكن فيه بينكم شوي جدالات أو شوي حدة بالمناقشات فيه شوي تتش أو ملامسات بينك وبين هالشخص ولكن أنت بتشوف الشخص اللي عم تتعامل معه أو بتعتبره رفيق درب وأيضاً لناحية العاطفية راضي كتير عن عن مواصفات هالشخص أو بتحب طبيعة هالشخص بتحب شخصيته بتحب كاريزمته وأيضاً مثل ما حكينا ممكن بالفعل أنت هالشخص محتل منطقة كتير كبيرة بحياتك وحتى عم تحلم فيه عم تفكر فيه كتير طيب نشوف طاقة الشريك أو طاقة الحبيب طاقته مش كتير منيحة الشخص عم يحس بفراغ من جوا فيه إشي بحيات هالشخص عم يحس أنه غير قادر على سد الفراغ اللي عم يحس فيه أو الفجوة اللي عم بيحس فيها وعم شوف أيضاً أنه هو ما ترف لك أو ما حكى لك بهالإشي يعني أغلبية المشاعر اللي عم بيحس فيها مش عم بيحكيها لإلك هالشخص بالذات بما يخص مشاعره تجاهك وتجاه العلاقة أيضاً ممكن يكون هالشخص مخبي عنك أنه الأمور بحياته خارج العلاقة بينكم بحياته العملية أو حياته العائلية أو حياته العامة عم تكون مش مزبوطة فيها لخبطة كتير فيها تغيرات كتير كبيرة وعم يمر هالشخص بشفتس كتير عالي كممكن في بعض الأساسات بحياته هالشخص حالياً مهزوزة أو غير مستقرة وممكن أيضاً نسبة عالية يكون ما حكى لك هالشخص عن شو طبيعة المشاكل اللي عم بيواجهها بحياته العملية بعيداً عن العلاقة أيضاً ممكن للبعض منكم اللي مش عم يحكي مع هالشخص ممكن هو عم يحس بفجوة أو فراغ بالعلاقة اللي بينكم إنه مش عم يحكي معك لأنه في عنده ترانسفورميشنز أو في عنده تحولات ولكن أغلبية التحولات هاي مؤلمة بما يخص النحية العاطفية أو بما يخص مشاعر هالشخص فللبعض منكم المنفصلين عم شوف طاقة الحبيب حالياً مش مبسوط هو بصراحة عم شوف أنت راضي أكتر أو أنت مقتنع أكتر بوضعك أكتر من هالشخص هالشخص من جوه غير راضي مش مبسوط طيب نشوف الطاقة المشتركة بينكم أو حالياً يعني أو شو ممكن يكون سبب الخلاف بينكم أو أحد من أسباب الخلافات بينكم في طرف بينكم ممكن أنت أو ممكن الطرف الآخر حس برفض حس أنه نرفض من الناحية العاطفية من الشخص الآخر ممكن هالشخص هو اللي بيحس بالرفض تجاهك لأنه عم شوف أنه فيه كتب من المشاعر مش عم بتحكوا لبعض بطبيعة مشاعركم أو بحقيقة مشاعركم شو اللي بتحسوا لبعض عم شوف بينكم كتير باشن عالي وهيدا ممكن يكون أو فيه بينكم شوف كتير عالي ممكن يكون ولد الغيرة بينكم أو ممكن هالشخص أو أنت لأنه هاي الطاقة مشتركة عم الوضع بينكم خلق نوع من الغيرة بالذات لأنه الوضع بينكم عم شوف عفوي أو ما فيه إلو طريق أو نمط أو ستركتر معين تمشوا عليه فممكن يكون هالشخص أنت وهو مش بعلاقة جدية فصعب عليك أنه أنت تعبر أو هو يعبر ويحكي بطبيعة مشاعره أو شو اللي بيحس فيه بينكم الطاقة المائية عم شوف أيضا أنت وهو بتشوفوا بعض لأنه عندك two of cups فأنت وأيضا عندك the lovers هون ففيه طرف منكم عم ينظر إلى الطرف الآخر وكأنه سولميت وكأنه رفيق الدرب أيضا ممكن يكون سبب المشاكل أو واحد من أسباب المشاكل بينكم أنه ما فيه جدية وما فيه التزام بالعلاقة ما فيه خط معين تمشوا عليه يعني أنت وهو بعلاقة ولكن ما بتعرفوا شو نهاية العلاقة بينكم وشو رح يصير بالمستقبل وهذا ممكن يكون أثر على أحد من الأطراف أنه ما فيه التزام جدي بالعلاقة فالتقدم بينكم يعني فيه تقدم بينكم من الناحية العاطفية ولكن أنت مش عارف نهاية العلاقة أو نهاية التواصل شو رح يكون أو نهاية التواصل بينكم يعني شو رح يكون بالنسبة لخطوتك القادمة في المستقبل عم شوف أنت بالمستقبل فيه إشي عم تحس أنك مربوط فيه ممكن أنت البعض منكم ممكن يكون ترك هالشخص وعم تحس أنك لأنه انترابمنت هل هالمرة هالكرت ما يعادل أو ما يوازي يعني أنت عم تحس بسجن شوي عقلي أو عم تفكر كتير وتعيد وتزيد بأمور قبل ماضي عم تحس أنك مربوط فيها ولكن عم شوفك مركز أكتر على التشافي أو كيف تتشافه الحلو بهذا إنه الكرت طلع عندك هون مقلوب تري أوف سورج تري أوف سورج عادةً بيرمز إلى جرح بالقلب أو جرح بالعواطف وجرح بالمشاعر ولكن مع أنه الدك عندي ما فيه كروت مقلوبة إلا أنه الكرت إجاك مقلوب وبس يجي مقلوب خاصة هالكرت اللي هو ثري أوف سورجز بيرمز على إنك تطالع من جرح معين أو طالع من حالة حزن معينة أو رح تطلع إذا أنت البعض منكم إذا قراءة عكسية وإنت هالطاقة اللي هون البعض منكم الوضع تطلب منك كتير من القوة لحتى تطلع منه أو لحتى تتقبل الأمر وطبيعة العلاقة بينكم إلى أنه عم شوفك طالع من فترة حسيت فيها أنك مظلوم من أساسات خربت بالعلاقة أو من علاقة فاشلة مع شخص أو كونكشن أو تواصل ما زبط مع شخص أيضا ممكن يكون في عندك بالمستقبل أو رح تجيك العديد من العروض عروض عاطفية من عدة أشخاص ولكن بدك تنظر إلى الأمور بطريقة حيادية أو بطريقة محايدة لأنه في كتير من العروض اللي رح تجيك نواياها مش رح تكون صادقة وعم شوف أنت مركز أكتر يعني أنه أنت بدك عدل بالموضوع بالمستقبل بخطواتك المستقبلية عم تبحث إلى نوع من العدل فأغلب العروض هاي عم شوف أنه مش رح تستهويك أو مش رح ترجبك يعني بالنسبة لطاقة الحبيب بالمستقبل أو خطواته بالمستقبل سادنس عم شوف هالشخص الطاقة عنده اللي هون أو هالطرف الطاقة اللي عنده هون رح تستمر لفترة كمان لقدام شهر أو أسبوعين أو شهرين حتى بيختلف من شخص الآخر ولكن ما عم شوف تغيرات بالطاقة من يعني بطاقته الحالي وطاقته المستقبلية تقريبا الكروت مشابهة الكرت اللي هون والكرت اللي هون مشابهين لبعض لسه هالشخص عم يحس بحزن عم يحس إنه مجروح الطرف اللي عندي هون عم يحس إنه مجروح كتير أيضاً بده عم شوف إنه هالشخص بخطواته المستقبلية بده بدايات جديدة من ناحية العاطفية لأنه عنده ace of cups يعني هو بده بدايات جديدة بالعاطفة بده يشتغل ويحط مجهود أيضاً سواء كان بعلاقة أو بداية إشي جديد معين إلى إنه مش رح يعبر عن هالإشي يعني هالشخص عم يشوف صعب إنه يجي يحكي معك أو يعبر لإلك عن طبيعة مشاعره بالذات إذا إنت محوط بأشخاص أخرى أو في عندك حوالينك أشخاص أخرى هو ماخد موقف دفاعي يعني باني صور حول نفسه هالشخص وعم حسه إنه بالعقل الباطني أو بطبيعة أفكاره من جوه مشوش عاطفياً عم يحس بصراع جوه حاله لأنه بيكن المشاعر لإلك ولكن بنفس الوقت بيحس إنه بموقف مش عم يسمح له إنه يعبر عن شوه بيحس تجاهك ممكن يكون هالشخص X على فكرة أو حبيب قديم لأنه عم شوف إنه إنت في عندك عروض هون وفي عندك أيضاً رضا نفسي فممكن أنت عم تتعامل مع شخص جديد هون وهيدا X قديم عم شوف إنه هو في داخل نفسه في عنده صراع كتير داخلي مش عم يسمحه يعني عم يتصارع مع حاله هالشخص الوضع مش عم يسمح له إنه يعبر فعم يكون كتير دفاعي بده بداية جديدة معك بس عم شوف إنه غير قادر إنه يحكي لك هالإشي خايف من الرفض أيضاً لأنه عندك هون ريجيكشن فهالشخص خايف إنه بس يعبر أو إذا إجا حكى معك خايف من إنه ينرفض أو إنت ترفض أرض الحب تبعه لأنه بتشوف إنه غير كافي وما بيفيدك بالنسبة للطاقة المشتركة بينكم أو بالمستقبل طاقتكم المشتركة في طرف منكم رح ينحط تيمتيشن هالكرت ففي طرف منكم رح ينحط بموقف بتوقع هالشخص اللي هون ممكن تكون إنت رح ينحط بموقف يكون معرض فيه إلى كتير من الإغراءات لأنه تيمتيشن عندكم تيمتيشن ترمز إلى إغراءات الحياة الدنيا فممكن يعني يكون حواليك عروض كتير تطلب منك القوة لحتى تعرف تصفي أو تفلتر الإشياء اللي بتفيدك والإشياء اللي مش رح تفيدك لأنه من أغلب العروض اللي رح تجيك ممكن 90% منها أو أغلبها تكون إشياء مش رح تفيدك أو أغلبها تكون نواياها غير صادقة تجاهك فعم شوف إنه إنتوا رح تنحطوا بموقف أو للبعض منكم اللي إنتوا بيعلاقة مع بعض حالياً ولكن الأمور مش عم تمشي مثل ما إنت بدك ياها رح تنحطوا بيجوز في ناس أيضاً بدها تخرب بينكم لأنه تمتيشنز فممكن في أطراف خارج العلاقة رح تحاول إنها تخرب التواصل بينكم تخرب الكونيكتشن بينكم لأنه عم شوف أطراف أخرى كتير بالعلاقة عم شوف إنفيدلتي أو عم شوف خيانة أو عم شوف يعني أشخاص عم تحاول تخرب أو عم تحاول عم تحاول تخرب اللي بينكم بالفعل بالفعل البعض منكم اللي بيعلاقة حالياً بدك تنتبه من الأشخاص اللي أنت محوط فيهم لأنه ممكن أغلب الأشخاص اللي أنت محوط فيهم ما بتكون تحب مصلحتك أو اللي حبيبك محوط فيهم يعني انتبه من دائرة الأشخاص اللي أنت محوط فيها أيضاً البعض منكم طاقتكم في المستقبل في عندك نايت أوف وانس في عندك ناين أوف وانس في بدك ما تركز على الأمور اللي راحت لأنه عم شوف لسه في شخص في شخص هون مكتئب في طرف عنده اكتئاب في شخص عم يحس بتوقع هو هالطرف لأنه أغلب الكوت يعني بتشابه لها الكرت ففي طرف كتير لسه مركز على الماضي وخسارة صارت بالماضي أفهمت علي؟ ممكن تكون أيضاً خسارة بينكم مادية صارت أو خسارة بنوع من الـ investment بالعلاقة بمعنى إنه عم تحس إنه في فرصة بينك وبينها الشخص ضعت ولكن البعض منكم لأنه عندك knight of wands ففي تحرك بينك وبينها الشخص في في طرف رح يتقرب إلى شخص الآخر أو أيضاً رح يكون في عندك عرض حب من هالشخص أو ممكن أنت تقدم عرض حب ترجمة نانسي قنقر